اشتركوا في القناة ويجب وضع برنامج واضح للأهداف المطلبية والضغط عبر المؤسسات والأطر الدستورية للقيام بانتخابات نيبية مقبلة الناس غير عبر الفاسدين في رباك في رباك اللي تغير هاي المرة انه هاي الانتفاضة اللي اسمه 17-20 انتفاضة مهما تلوست ويجا عليها ناس تركب موجتها بده تضل البيس تبعه هو الصدق لا هلا نحن مش متل مبارح اليوم الشعب اللبناني صار حاضر باي مناسبة انه ينزل عالشارع ويضغط ولكن تسكير الطرقات هذا خط مش احمر خط اسود ببرنامج هاي السورة بكرر التغريدة اللي كتبت على تويتر بقول كلهم يعني كلهم سك براءة للمرتكبين الحقيقيين انت عم تسوي الظالم مع المظلوم وبالرغم من محاولة تركوب بعض احزاب السلطة والسفرات التطهرات المحقة حسب رأيه اكد شريف انه بعده يعول لمساعدة المواطنين بمطالبهم وبناء دولة حقيقية ومكافحة الفساد على امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس الجمهورية يلي بيعتبره رأس الدولة وبيل كله ولم يشارك الفاسدين بل العكس كان كل ما يعلي الصوت بوجه يردوا عليه بالاستفافات الطائفية انا بقول انه نحن فرصتنا الدهبية والميسية هلا انه في عنا رمز الدولة فقامة الرئيس ميشيل عون متبنى كل مطالبنا المحقة وعننا سماحة السيد اللي كلنا منحبه ومنوسع فيه واحا منرجع منقول لك لآخر مرة لو انه نقتل ثم نحيا ثم نقتل ثم نحرق ننشر في الهواء يفعل بنا هذا ألف مرة ومرة ما تركناك يا حفيد الحسين لانه اللي بده يجي يكوّع هايدي المظاهرة لمحال تاني نحنا هاي الناس اللي نحنا تربينا على خط الحسين اللي هو الخروج ضد الفساد والظلم والطغيان ورح نضل هايك ورح نضل همنا الكبير هو وقوفنا ضد العدو الصهيوني وما رح نسينا مطالبنا المحقة نسينا ويجبنا القومة لهو مشاهدينا بتقوصة فقرة فن الخبر لنهيطة ترجمة نانسي قنقر